أفوارا يعني مشاعر أوفر لا ممكن تكون مشاعر حقيقي أنا نفسي تطلع أوفر في عندنا حاجة اسمها الاكتئاب البسيط والاكتئاب المتوسط والاكتئاب الشديد طول ما هو البسيط اللي هو يأخذ فترة أسبوعين ثلاثة شهر أبو سندويتش نشاور ما لقيت نفسي داخل في حاجة بعد كده اللي هي العملية طولت معي الحقي نفسك روحي لحد متخصص يعملك هذا الأمر وخلي بالنا يا بردو تعرف ازاي ان هي عندها اكتئاب من ان هي حزنة عادي اللي اكتئاب ما بيخلنيش أفرح بأي حاجة يعني هي ممكن تكون حزينة بس يحصل حاجة مثلا أخوها ينجح فتبقى تفرح له والدتها تقول لها حاجة ما تعمل حاجة كويسة فتبقى فرحانة وهي نجحة متفوقة بس مش فرحانة تحسها خلاص يبقى هي دي عمدها دور اكتئاب اللي اكتئاب ده ما يؤثرش فيك اي حاجة لو قالوا لك مش عارفة مين هتتجوز بنتك هتجقى عادي والناس حولي بتعمل كل حاجة وانا قاعد بالنسبة لي ولا أصلا ولا بعمل عاجة نيوترل ما فيش اي مشاعر فيه واحد اسمه اندرو سولوان كان عامل كتاب اسمه اشباح الظاهير قال الاشباح بتطلع للناس بالليل انما الاكتئاب ده شبح موجود معايا بالليل وبالنهار واحدة برضو احد الكتاب كانت بتتكلم ان هي ورصت الاكتئاب لابنها من قطر ما هي مش سعيدة بأي حاجة ابنها عنده ثلاث سنين بقى يشوفها كده لما كبر بقى مكتئب فبالتالي احنا بنقول يا جماعة لا خد خطوات نحو الاكتئاب ما تخليش لان الاكتئاب ده من اشد امراض العصر الناس بتفتكر يعني ايه هتاك عامل ايه يا سيد سيد لا انا مكتئبة شوية مكتئبة شوية دي حاجة عادية ممكن كلنا نقول ده حزينة شوية من حاجة او من داقة شوية انما لما يطول مع حضرتك قوي لا ده احنا نتخاف منه لانه هم قالوا او الكلام اللي بيقال انه هو هيحصد ده الكلام ده قالوا من عشر سين 2015 قالوا انه في 2025 هيبقى الاكتئاب بيحصد ارواح ما يساوي الحروب والسرطان والاز مجتمعي يعني 2025 ده احنا ندخلين عنها بعد شهرين يعني الفترة اللي جاية دي فعشان كده بنقول انه هو الاكتئاب حاجة خطيرة بيؤدي في الاخر الى امراض العضوية والامراض العضوية دي بتاخدني في الاخر الى الوفاة لقدر الله اشتركوا في القناة